اشتركوا في القناة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك ثم ما بعد طالباتي الحبيبات طلابي الأعزاء نحن الآن بصدد الحديث عن المحاضرة الأولى في مساق قرآن كريم المحاضرة الأولى تتكلم عن تعريف القرآن الكريم وفضل تلاوة القرآن الكريم وإن شاء الله تبارك تعالى سنبدأ بالحديث عن تعريف القرآن الكريم في اللغة القرآن الكريم لغة له أكثر من معنى المعنى الأول قرأ أي بمعنى جمع والدليل على ذلك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القرآن أيضا في اللغة يدل على كلام الله عز وجل المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في اللغة أيضا يدل على معنى الجمع كما قلنا سابقا وسمي بمعنى القرآن لأنه يجمع الصور إلى الصور والآيات إلى الآيات أيضا وجمع ووعاء الكثير من الأوامر والنواهي بين دفتين المصحف وأيضا يسمى القرآن في اللغة من القراء أي الدلائل ولماذا سمي القرآن بمعنى القراء لأنه فيه الآيات والصور يصدق بعضها بعضا الآن نأتي إلى القرآن في الاصطلاح القرآن في الاصطلاح كما هو معهود ومعروف لدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى المعجز بلفظه ومعنى المتعبد بتلاوته المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه السلام المنقول إلينا بالتواتر الموجود بين دفتين المصحف المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس ولنعرج على هذا التعريف كلمة كلمة أولا كلام الله سبحانه وتعالى كلمة كلام الله فهي قيد احترازي يخرج أي كلام خلاف كلام الله سبحانه وتعالى ككلام النبي فإذا قلنا كلام النبي يصبح حديث وليس قرآن إذا قلنا كلام الناس ليس قرآن إذن كلام الله قيد احترازي يخرج أي كلام بخلاف كلام الله سبحانه وتعالى المعجز بلفظه ومعنى القرآن الكريم فعلا معجز بلفظه ومعنى وهو أيضا قيد احترازي يخرج مثلا السنة النبوية إذ إن السنة النبوية معجزة بمعناها وليس بلفظها بخلاف القرآن الكريم المتعبد بتلاوته أيضا هذه قيد احترازي تخرج خلاف القرآن الكريم كروايات الأحاد أو الأحاديث القدسية المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المنزل على النبي أيضا قيد احترازي تخرج أي كتاب سماوي نزل على غير محمد كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف المنقول إلينا بالتواتر أيضا تخرج أي قراءة لم تنقل إلينا بالتواتر كقراءات الأحاد الموجود بين دفتي المصحف والمبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس أظن أن هذا التعريف واضح وغير مشكل ويمكن أي طالب وطالبة الحفظ هذا التعريف وفهمه بصورة واضحة ودقيقة نأتي الآن إلى فضل تلاوة القرآن الكريم طبعا عندما نتكلم عن تلاوة القرآن الكريم نحن نتكلم عن فضل عظيم الله سبحانه وتعالى أكرمنا به عن غيرنا من الأمام السابقة لنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور لو أردنا الوقوف عند هذه الآية لو وجدنا أن الله سبحانه وتعالى من على من يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى بمنة عظيمة ومنحة كريمة أولا أردفهم وجعلهم قبل الذين يقيمون الصلاة وقبل الذين ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانيا شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه التلاوة المباركة التي كانوا يتلونها آناء الليل وأطراف النهار بأنهم جعلوا هذا القارئ وهذا التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى وكأنه عقد صفقة شريفة كريمة مع الله سبحانه وتعالى هذه الصفقة التي مع الله يقينا وقطعا لن تبور ولن تخسر لن تبور ولن تخسر بخلاف أي تجارة مع البشر أيضا لم يكتفي بهذه الآية بأن يصف هذه العلاقة الوطيضة مع الله بتلاوة كتابه بالصفقة أيضا قال ليوفيهم أجورهم إذن لن يعطينا أجرنا بالعدل ولكن سيعطينا أجرنا بالإحسان والفضل ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وفضل الله واسع لا يمكن حصره فهنيئا لمن تلا كتاب الله أنا الليل وأطراف النهار هذه هي الآية الأولى التي وضحت فعلا فضل تلاوة القرآن الكريم لمن يتلوه أيضا هناك آية أخرى توضح أيضا فضل تلاوة القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به لو وقفنا قليلا عند هذه الآية لو وجدنا أن هذه الآية تسطر بعظيم ما أعطى الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن حيث إن الله سبحانه وتعالى شهد من فوق سبع سماوات بجلاله وفضله وعظيم شرفه لمن يتلو القرآن بأنه مؤمن حقا وهذه شهادة بل وسام شرف لكل من يتلو كتاب الله هذا من القرآن الكريم إذن في الأسئلة لو قال أذكر دليلا من القرآن أو أذكر دليلا من القرآن الكريم على فضل تلاوات القرآن الكريم لدينا آيتان إذا قال من القرآن الكريم والسنة عندنا في السنة الكثير من الأحاديث الشريفة التي عرجت وبينت فضل تلاوات القرآن الكريم الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا هذا الحديث الشريف يبين المنزل الرفيعة لمن كان ماهرا في قراءة القرآن الكريم إذن من كان على بداية الطريق ومن كان في أول خطوة في سلم الصعود إلى أن يكون ماهرا في تلوة القرآن الكريم لا بد أن يكون ممن يتعتع في قراءة القرآن الكريم كلمة يتعتع أن يقرأ مرة يخطئ ومرة يصيب مرة يجيد ومرة لا يجيد هذا الإنسان الذي في بداية سلم الصعود الله سبحانه وتعالى لم يخذله بل أكرمه بدل الأجر أجران فجعل هناك أجر للقراءة وأجر للمشقة في القراءة وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن وضع عنده نية أن يكون ماهرا في قراءة القرآن الكريم وبدأ فعلا في الطريق الحديث الآخر عن عثمان رضي الله عنه وأرضى بن عفان طبعا رضي الله عنه وأرضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحن في الشريعة الإسلامية أو في هذا الدين الحنيف العظيم الكريم الله سبحانه وتعالى لم يجعل الخيرية فينا لأجملنا ولا لأغنانا ولا لأعظمنا نسبا أو عرقا وإنما جعل الخيرية في هذا الدين لمن علم القرآن وعلمه وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى بإمكان أي إنسان أن يحظى بهذه الخيرية ولا يستطيع أي إنسان مهما كان أن يدعي أنه لا يستطيع إذن ميزان الخيرية عند الله سبحانه وتعالى بين البشر تعلم القرآن وتعليمه أيضا من الأحاديث الشريفة التي وضحت فضل تلوة القرآن الكريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إذا كنا نريد فعلا أن نرى عظيم فضل الله وجزيل عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يقرؤون القرآن فلنقف قليلا عند هذا الحديث أولا اجتماعنا في بيت من بيوت الله على مائدة القرآن الكريم ما هو الفضل الذي أجزله الله على عباده الذين يتدارسونه بينهم أولا قال نزلت عليهم السكينة نزلت عليهم السكينة الطمأنينة وغشيتهم الرحمة ونحن نعلم أننا في هذه الدنيا لا نعيش إلا برحمة الله وعند وفي الآخرة لا ندخل إلا برحمة الله تغشان رحمة الله وأيضا تحفنا الملائكة وكما ذكرنا الله في هذه الجلسة المباركة أبى الله إلا أن يكون وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان كما ذكرنا الله في ملأ ذكرنا الله في ملأ خيرا منه فذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده أي في حضرة الملائكة وأخيرا وليس طبعا بآخر ولكن هذه جملة من الأحاديث ليس على وجه الحصر وإنما على سبيل الذكر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها طبعا هذه الآية أو هذا الحديث عند الوقوف عنده كما قلنا في البداية أن ميزان التفاضل عند الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أيضا ميزان العلو في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى حسب رقي الإنسان في القراءة كلما ارتقى في القراءة أكثر على في الدرجة عند الله سبحانه وتعالى أكثر وربما يجدر هنا التنويه إلى أمر ما وهو أن الفرق عند الله سبحانه وتعالى بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض عندما يقال لقارئ القرآن اقرأ درجة فهو يعلوك درجة بين السماء والأرض لفضله في قراءة آية واحدة فما بالنا بمن ختم القرآن ختم زياد علينا وختمتين وثلاثة ما بالك بمن زاد في القراءة سورة كاملة فيها 200 آية أو أكثر أو أقل ولذلك هنا التنافس الحقيقي للعلو والرقي والارتفاع عند الله سبحانه وتعالى في الدرجات يكون لصاحب القرآن الذي تلاه آناء اللين وأطراف النهار يعني بهذا الحديث إن شاء الله تبارك تعالى نكون قد انتهينا تقريبا من المحاضرة الأولى والتي كانت بعنوان تعريف القرآن الكريم وفضل تلاوة القرآن الكريم في القرآن الكريم وفي السنة للتنويه يعني في النهاية المطلوب في الاختبار عادة عند السؤال عن تعريف القرآن الكريم يذكر تعريف القرآن الكريم على وجه يعني الإختصار تعريف القرآن الكريم ممكن أن نكتب أنه بمعنى الجمع أو بمعنى كلام الله المنزل على محمد وفي الإصطلاح التعريف المتعارف عليه كلام الله سبحانه وتعالى المعجز بالغفظ ومعنى المتعبد بتلاوته المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل المنقل إلينا بالتواتر الموجود بين دفتي المصحف المبدو بصورة الفاتحة والمخدوم بصورة الناس لو جاء سؤال آخر يتحدث عن فضل التلاوة تلاوة القرآن الكريم ممكن حفظ دليلين من القرآن ودليلين آخرين من السنة النبوية المطهرة إلى هنا يعني نكون قد انتهينا فعلا من المحاضرة الأولى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك علمكم وأن يرزقكم الفهم الواسع والعلم النافع تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته